السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم وقناة سيبروان التعليمية اليوم الذين درس قياس مدد على الصفحة 63 من كتاب الأنشطة وأيضا على الصفحة 74 من كتاب الأنشطة هذو درسين مع بعض دمجهم في درس واحد احنا استغنينا عن كتاب الدروس نبدأ مباشرة في كتاب الأنشطة إذا قال لاحظ المثال ثم أكمل ملء الخانتين في كل حال عندنا الساعات قرناهم في السنة ثانية قلنا الساعة فيها كم عقربين العقرب الأول الصغير هو عقرب الساعات والعقرب الكبير هو عقرب الدقائق فهم إذن عقرب الدقائق عندما يكون في 12 وينتقل إلى 1 هنا يستغرق 5 دقائق إذن نقول و 5 دقائق 10 دقائق و 15 دقائق و 20 25 30 35 40 45 50 55 ثم هنا 60 ستون أي سفر معناه الساعة عندما تكون عقرب الدقائق يقوم في 12 وعقرب الساعات يكون في الساعة إذن نقول الساعة مثال الرابعة تماماً أو الثالثة تماماً مفهوم؟ إذن نحاول مع هذا التمرين إذن لدينا ساعة تشير الساعة إلى الرابعة وخمسة عشر دقيق إذن نقرأ أقرب الساعات اللي بالأحمر إذن يشير إلى الساعة الرابعة وهو متوجه إلى الساعة الخامسة رهبينتهم لكنه مر على الساعة الرابعة ولم يصل إلى ساعة الخامسة إذن الرابعة نقول الرابعة ثم نقرأ الدقائق قلنا خمسة عشر خمسة عشر إذن الرابعة وخمسة عشر أو نقول إذا كانت مساء تصبح هنا ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن ستة عشر وخمسة عشر دقيق الآن نقرأ الساعات تشير إلى السابعة أو ثامنة هو مر على الساعة السابعة لكنه لم يصل إلى الساعة الثامنة إذن نقول السابعة وكم وخمسة عشر دقائق إذن نقول خمسة عشر خمسة عشر إذن نقول السابعة وخمسة عشر دقيقة لكنه إذا كانت ساعة مساء ماذا نقول الساعة هنا تصبح اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر اذا تسعة عشر وخمسة عشر دقيقة الان في هذه الساعة صباحا نقول الساعة كم قلنا داينا نقرأ اقرب الساعات اذا الحادي عشر وكم الدقائق خمسة عشر خمسة عشر اذا احد عشر وخمسة عشر دقيقة مساء كم تصبح قلنا هنا اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون اذا تصبح ثلاثة وعشرون و 15 دقيقة في ساعة الأخيرة كم إذننا عندنا 12 1 2 3 4 5 6 7 لكنه لم يصل إلى الساعة السابعة تماما إذن مر على السادسة ولم يصل إلى السابعة إذن هو في الساعة السادسة إذن نقول السادسة وكم 5 10 15 20 25 30 35 40 45 إذن سادسة و 45 دقيقة أو نقول مساء لها الثامنة عشر و 45 دقيقة 18 هي السادسة إذن 12 13 14 15 16 17 18 إذن ساعة الثامنة عشر و 45 دقيقة نمر إلى الثمانين الثاني قال أمين يشاهد الرسوم المتحركة لاحظ الصورة ثم أكتب توقيت بدء الحصة وتوقيت نهايتها إذن توقيت بدء حصة الرسوم المتحركة وهو كم عقرب الساعة التاسعة عقرب الدقائق 12 معناها سفر إذن ساعة التاسعة الساعة نشيلها بـ حرف نقول الساعة التاسعة توقيت بدء حصة الرسوم المتحركة وهو الساعة التاسعة هنا توقيت نهاية رسوم حصة الرسوم المتحركة كم إذن ساعة التاسعة وكم وستون معناها إثنى عشر خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون إذن وثلاثون دقيق نرمز لها بـ أم أو نقول أم إي آن مينوت أم إي آن بهذا الشكل لها قال ما هي مدة حصة الرسوم المتحركة معنا هنا كانت تاسعة البقات التاسعة لكنها استغرقت أيضا ثلاثون دقيق إذن نقول مدة حصة الرسوم المتحركة وهي ثلاثون دقيق إذن ثلاثون أم إي آن ترونت مينوت لها قال تفتح قاعة مكتبة البلدية صباحا إذن تفتح للساعة التاسعة إذن نرسم عقرب الساعات في الساعة التاسعة وعقرب الدقائق التاسعة تماما إذن يكون في الساعة أو التدريج 12 ثم قال وتغلق إلى غاية منتصف النهار 12 إذن عقرب الساعات يكون في الساعة الثانية عشر وعقرب الدقائق أيضا يكون في الساعة الثانية عشر لأنها 12 تماما بعد ظهر قال تفتح على الساعة الواحدة ونصف إذن عقرب الساعات يكون في الساعة الواحدة وعقرب الدقائق يكون في نصف 30 معناه 6 هنا وتغلق على الساعة الخامسة مساء إذن 12 13 14 15 16 17 إذن يكون العقرب الساعات هنا وعقرب الدقائق يكون دائما في الساعة الثانية عشر لأقال كم ساعة في اليوم تبقى المكتبة مفتوحة إذن شحال من ساعة نحسبه وشحال تفتح الصباح وشحال تفتح في المساء كيف أجنديره؟ قال تفتح على الساعة التاسعة إذن نحاول نرسم على الشكل شريط إذن هنا عندنا الساعة التاسعة ثم العاشرة نديره أش أش ثم 11 ثم 12 معناه تفتح الساعة التاسعة وتغلق على الساعة الثانية عشر معناه تفتح ساعة ساعتان ثلاث معناه ثلاث أش صباحاً تفتح ثلاث ساعات صباحاً شوفوا ميش حال تفتح مساءاً؟ أيضاً نديره هذا الشريط إذن تفتح الساعة الواحدة ونصف هنا عندنا الساعة الثلاثة عشر لكنها تفتح ونصف إذن هنا ثلاثة عشر ونصف ثم تغلق على الساعة الخامسة إذن ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أيضاً سبعة عشر إذن شحل من ساعة؟ إذن هنا عندنا ساعة ساعتان ثلاث معناه ثلاث ساعات واحد اثنان ثلاث أيضاً هنا هنا ما تفتحش إذن تفتح في هذا الجسفة قدبر هنا عندنا ثلاثون دقيق إذن في المساء شحل تفتح ثلاث ساعات وثلاثون دقيق إذن تفتح صباحاً ثلاث ساعات وفي المساء ثلاث ساعات ونصف معناه كامل اليوم شحل تفتح من ساعة؟ إذن الساعات نجمها من الساعة إذن تفتح ستة ساعات وثلاثون دقيق فرم؟ إذن ننتقل إلى التمانين الأخير قال كم دقيقة مرت منذ التوقيت المكتوب تحت الساعة في كل حال إذن هنا شحل الساعة العاشرة كم مرت على الساعة العاشرة؟ إذن شحل ثلاثون دقيق هنا الساعة الثالثة عشر معناه الواحدة كم مرت على الساعة الواحدة؟ معناه عقرب الدقاء كان هنا خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون خمسة وأربعون خمسون إذن دار عقرب الدقائق شحل خمسون دقيق الآن ساعة الرابعة ستة عشر معناها الرابعة الآن هي الرابعة وعشر دقائق إذن عشر دقائق الآن إثنى عشر إثنى عشر شحل دار عقرب الدقائق إلى غاية التدريج الثامن معناه خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون أي أربعون إلى هناك وخاص معنا الفيديو تعنا لنا هاليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا